هذا وتجمع مملكة البحرين بالجمهورية التركمنستانية العديد من التفاهمات الاقتصادية والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين والتي تتم بتوجيهات من قيادتي البلدين بالشكل الذي يبشر بتوسيع نطاق التبادلات التجارية بين المنامة وعشق أباد في ظل توجهها الدائم للدفع قدما بنوعية العلاقات السياسية والاقتصادية التي تجمعها مع دول قارات المعمورة كافة عبر سياسة الانفتاح التي تتبناها في ضوء رؤيتها الاقتصادية 2030 وعلى سبيل الحصر تمضي البحرين نحو رفع سقف التفاهمات على جميع الصعود مع مختلف الدول الآسيوية وفي المقام هنا يمكن تصديد الضوء على حقيقة ما تشهده العلاقات الثنائية بين البحرين وتركمانستان من طفرة كبيرة وصفحات جديدة تضاف إلى تاريخ العلاقات الاقتصادية بين المنامة وعشق أباد تنسيقات مشتركة وتنشيط لأوجه التعاونات وذلك بحرص قيادتي البلدين على توسيع نطاقها ماليا وتجاريا في ظل التوافق المتبادل على تفعيل الاتفاقيات الموقعة ووجود استثمارات نوعية بكل البلدين في مجالات الطاقة والغاز والسياحة وما يزيد من قوة ذلك هو ريادة المملكة للمجالات الاقتصادية الجديدة القائمة على التكنولوجيا التقنية والمالية والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال لترسخ البحرين مكانتها كنموذج إقليمي رائد في الإصلاح والتنمية المستدامة بروز الحقيقة المضيئة التي تلازم شكل العلاقات المشتركة التي تجمع البحرين مع تركمانستان جاء بناء على طبيعة الفرص الاقتصادية الهائلة بين الجانبين إضافة إلى الكثير من الأنشطة الاستثمارية المتميزة التي يمكن من خلالها تلمية أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المنامة وعشق أباد ومن أبرزها الإمكانيات التي تتمتع بها مملكة البحرين كمركز تجاري وجغرافي مهم في الخليج العربي هو الأسرع نموا وفي المقابل تأتي الجمهورية التركمانستانية في المرتبة الرابعة عالميا في احتياطي الغاز وبالتالي فهناك إمكانية لتطوير التعاون مع مملكة البحرين في هذا المجال إضافة إلى تطوير التعاون في المجالات الزراعية والصناعية والوصول بها إلى آفاق نارحب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر